بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم على موضوع محبب لنفسه هو كيف تقتل ازاي تقتل الشخص المختلف معاك اللي قدامك صاحبك سميلك شريك الشخص اللي بتحبه تقتلوا بان هو ما يعبرش عن رأيه مجرد ان هو يعبر عن رأيه تهاجمه وتهاجم الرأي دوت وكان غيرك اشتر ولو كان فيها خير كان حد يطبقها وما نفهاش دراسة وفهم مشاكل وما نفهاش وإيه كلمة انت بتقوله ده وضبش اخصصنا فيه كلام كتير انت منقشش الفكرة انت مجرد بس ايه قفلت الباب لأ ممكن تدخل في التفاصيل ده لو حصل كزا طب ايه رأيك لو عملناها بطرقة تانية يعني الفكرة فيها مشاكل طب تعال نحل المشاكل دي ونشوف ازاي نطبقها بطرقة تانية تمام لازم تدلو فرصة ان هو يجرب وان هو يعرف وان هو يتحاور معاك طب الحاجة دي فيها نقط صح ونقط غلط تعال ناخد نقط صح ونقط الغلط دي نحوالها صح تمام يعني مفيش ايه مشكلة خالص ان اي حد حتى لو صغير حتى لو ايه يويجي يقول فكرة مفيش حاسمها انت مين انت تمام كانت مرة معاحدة القادة فحكاها للموقف دوت ان هو كان في الاجتماعات كان في شخص بيجي يحضر الاجتماعات ولا بيتكلم ولا كلمة كان انه كرسي ايه رأيك اه كويس ما بينقش اي رأي وما بيقولش اي رأي يا اخواننا اللي عندهم فكرة يقولها ما يقولش حك خالص تمام فهو قال لي خلاص ده مروش ايه لازمة لو حضر الاجتماع ما حضرش الاجتماع مفشل مشكلة خلاص فمرة مرة بيوصله فالشخص ده بيتكلام مع بعض فبيقول له ايه رأيك في اللي حصل النهاردة فالشخص ده انطلق بكمية افكار رابعة ورهيبة وغيرت فعلا مصار المنظمة ما مشغلين فيها ايه ليه ما بيقولش الافكار قالك انا على قلت الافكار بيتتاجم انا جربت في كذا ما كانت بلكده وكل ما اقول الفكرة الناس تهجبني والناس تقول انت بتقول ايه و فخلاص بيت احتفظ بالافكار النفسي بدل ما الناس اللي كلها بتعتري عليك فالاجتماع الجاي راح اقلي اخواننا الرجل ده عند افكار حلوة وقالها و وعد يقولوا الافكار وينقشوها فكرة فكرة وياخدوا الافكار الحلوة ينفذوها والافكار اللي فيها مشاكل يتطوروها بحيث تبقى تنفع للمشاكل ونتقفوا بعد كده ان ايه حد يقول رأي يبدوا ينقشوا رأي ده بغض النظر من اللي قالوا ويبدوا يشوفوا الافكار دي مفيش حاسمها فكرة مرفوضة في فكرة تطورها بحيث انها هتبقى مقبولة وخلينا ناخد مثال من السيرة ونكمل الرسولiot بالسلام في غزو بادر يجي الحباب من المنذر انا عندي رأي ايه اللي يشجع ان هو يجي الأرى غير ان الرسول والسلام بيأخد بالارأة يعني هو فضل مع رسول والسلام السنة فشاف الاراء ديت فيه اراء كترة من الرسول والسلام بيأخدها وبيطبقها وان الرسول والسلام بيأخد رأي هنا ويأخد رأي هنا فتشجع ان هو يجي hurرأيه رغم ان رسول السلام قائد كوات المسلحة الاسلامية وده جندي عسكري عادي يمكن لم يورد في السرغ المرتين او ثلاثة تمام وبعد كده بكم سنة يجي غزوة الخندق ويجي الجيوش الكفار جدت اجتمعت وعايزة تغزو المدينة وبعد كده يجي سلمان فرسي واخد بالك من الاسم سلمان فرسي يعني مش عربي كان فيه اعتزاز بالعروبة ده مش عربي وعبد يعني مالوش اهل ولو من الانصار ولا المهاجرين يعني انصار المهاجرين ما هو ماذا مل اصار ويجي월 رأيه احنا متعودين فى الفرس ان احنا بنخندق خندق فرسيه يقولوا احنا اخده برأييه ده يقول له سام الانصار بعد ساعتها يقول له هاده ده من الانصار ومهاجريناليه يقول له لان هو RESished جداheard ينكس المسلمين كلهم فرسى engineers يقول له ماذا سلمان هو من اهل البيت يعطاه سام ان هده هو من البيت رساء الله السلام. تمام؟ وين يجي للموقف اخر وموقف كتيرة جدا ان رسول السلام بياخد رائحة. ساعة صرحة ضعبية. رسول السلام احد زوجات تقترحة ليه رأيي. ان انت تبدأ بنفسك وتحلق فاتأكدوا ان انت مش هتدخل للمكة تحتمر هذا العام. فيعملوا وياخد بيه تمام? فدي الفكرة ان انت مترفضش اي فكرة او تقول لا ده لازم انا لقول الافكار مفيش حد وفي حد افكر تاني هنا غري انا بس اللي بفكر تمام? وتأتي الافكار لا لازم ناخد بالافكار بتاعتنا ولازم اي حد يقول فكرة ان نديره ساكم نفسه ونتكلم فيها ونقشها ولو فيها كويسة نعملها وفي حاجة وحشية ممكن الشخص ده يكون طفله صغير او يكون حد يعني بش اللي هو تمام? ومع ذلك تاخد تاخد برأي وما فيش اي مش كخلص. يعني في الفترة فاتت زادت نسبة اللي حد بشكل كبير كان بسبب زادت النسبة ديت ان الناس مش قادر تفرق بين الدين ورجل الدين تمام? فلما الرجل الدين اخطأ في السياسة لما داخله في السياسة الناس اتهمت الدين زي مثلا واحد بمثل شخصية كويسة وشخصية لها قيم واحترامها والحاجات دي كلها وفي حقوق في نفس الفترة تمام? نفس الاحداث ان هو بينوافق وان هو بيعمل والناس عارفة اللي بتكلم عن اشخاص كتيرة. فالصدم في الافكار فاسابوا الافكار. ده دي افكار كويسة. وده كمان بيقول ان هو رجل الافكار وما طلعش رجل الافكار. كمان? اخطأ الرجل بش الافكار اللي غلط بش الصدق هو اللي غلط بش الك. فهما بعد كده لما الناس صدمت في رجال الدين راحوا لبعض المشايخ سألهم بعض الاسئلة في الدين. فقال لهم لا احنا حافظنا كده. ما نفعش. لا اصلاف الله ما تقولش حاجة زي كده. فعندنا مع الناس دي اتوتيش انا معاهم. اي فكرة عندك قلها ونقشها. ومعنداش اي فكرة. ده فيه ناس بيقولوا كزا كزا. طب تعال نقش الفكرة دي. وتعال نتكلم فيها. وما فيش اي حتود للالرأي اللي هتقولها وتعال نقش. والنقش ونعرف. لحد ما الحمد لله ناس كتيرة يعني اكسرعت بالكلام دوت. وعرفت ان ان الدين الحاجة حلوة والدين ده بيش هفين شعوب ولا حاجة. وكل الشبهات اللي موجودة الحمد لله اللي ربنا قدرنا الرد عليها. تمام? فانت لازم اول حاجة تبقى عندك فكرتك تبقى عندك خاصك في نفسك. وما تقولش انا فاشل خالص. وما تديش اي فرصة للوهم. ان هو يبقى حواليه. وبرضو يعني ده بتكلم ان انت بتطرح فكرة. لازم يبقى عندك ثقة في نفسك. ولازم يبقى عندك ثقة في افكارك. ولازم تقول. ما الاخوان رايت قاله هنطير بالطائرات وناس كثير سخرت منهم. وكان كل شوية الطائرات تبقى. كان هما كل يوم هما رايحين باخدوا معهم خمس محركات احتياطة اللي هما بقولوا احنا هنعمل خمس تجارة فاشلة النهاردة. فنخدهم نجربهم. ويقعد كل يوم الطائرات تبوس 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 تفشل. ويكمل ويكمل عنده فكرة حد ما تعريبا كل الطائرات اللي في الدنيا دي بسبب فكرة للاخوان رايت. تمام? فلاسيب خلينا كلنا كده كمجتمع. صح هي متكامل. نتقبل اي فكرة جديدة ونقشها. ودخيل مثلا ان ماركو زوكربيرج مثلا قال لك انا مشاعم فيسبوك وشوف غير حياتها ايه. الناس اللي هي عملت التليفون المحمول. غير حيات ناس كترة جدا. اللي اخترع مثلا السيارة. اول ما اخترع السيارة دي كان ناس كترة بتهجمها. وينفعش الناس كترة قد تكسرها. ايه اللي انتو بتعملو ده? انا لازم الناس تركب عربية جراح مرة ولا سيس ولا ايه حاجة المهم من ان احنا ايه اللي احنا تعاودنا عليه هو يتعمل. تمام? ومنازل القانون ما حدش يمشي بالعربية غير لما يطلع قبلها اعلان في الجرنان. وكان سرعة العربيات مفروض ما نزلش عن كذا. كان في حصار رهيب لموضوع العربية دوت لان ما ينفعش ايه نركب عربية دي? لحد ما الحمد لله الناس بدأت تاخد عليها وتعمل وها والحاجات دي كلها. ختاما ما تقتلش فكرة حد لان انت لما تقتل فكرة حد انت بتقتل الشخص ده نفسه وما بيحسش بالانجازات بتاحته وما بحسش بان هو بيتطور وما بحسش ان هو يضرر يقدم حاجة المجتمع. فاحيي نفس الشخص دوت بان انت هي افكاره. اشتركوا في القناة